أتابعوا إياكم في هذه التقطية ضد الاستيطان ونرحب بضيفنا هنا الكاتب والبحث في العلومة السياسية والمحلل السياسي عمر الغول صباح الخير وأهلاً صباح الخير صباح الخير أستاذ عمر نبدأ من حيث انتهى هذا الفيديو معكم وكيف نعيش يوم بيوم هدم واستيطان واحتلال وما تعيش أيضاً القدس والعاصمة المحتلاء القدسي يعني هذا هو الصراع الدائم والمستمر مع دولة الاستعمار الإسرائيلي أنتم تعلمون أن دولة المشروع الصهيوني هي دولة الاستيطان ولدت من رحم الاستيطان وبالاستيطان وهي أتلها كل الشروط والظروف لإستيطان الأرض الفلسطينية وهذا يعني النقيض تدمير تهجير نسف قتل موت كل الإجراءات والانتهاكات التي تخطر في بال أو لا تخطر من خارج الصندوق يمكن أن يمارسها قادة وجنرالات دولة الاستعمار الإسرائيلي ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني وما جرى في الخدس ضد عائلة فادي عليان هو نموذج يدلل على البشاعة والجريمة جريمة الحرب اليومية التي يرتكبها قادة إسرائيل ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني نعم هناك صدى يزداد بالمعنى النسبي في أسقاع العالم لصالح رؤية متوازنة أو قراءة معقولة ومقبولة لتفهم الرواية والقضية الفلسطينية ولكن ما زال هناك حاجة ماسة من قبل كل القوى المحبة للسلام لرفع صوتها أعلى لفرض صوتها على القوى الغاشمة التي تدعم وتساند وتقف خلف دولة الاستعمار الصهيونية التي تهدد مصير ومستقبل ليس فقط الشعب العربي الفلسطيني واحد وإنما شعوب الأم والإقليم وحتى تهدد الأمن والسلم للعالم سيد عمر العام الماضي 2020 العالم أجمع كان مشغول بالوباء اللي اجتاح العالم وإحنا كنا مشغولين بوباءنا فيروس كورونا والاحتلال وتحديدا الاستيطاني اللي كان فيه ارتفاع متزايد وملحوظ جدا وبسرعة عالية صحيح بأن موضوع الإدارة الأمريكية ما تبعناه من ضوء أخضر من قبل دونالد ترامب لحكومة الاحتلال المتطرفة ساعد في هذا الشأن ولكن هذه المحاولات الاستيطانية ما زالت مستمرة ليس فقط بالاستلاء على الأراضي هدم المنازل وإنما أيضا بزيادة أعداد المستوطنين في مختلف المناطق ومضايقتهم للمواطنين الفلسطينيين بالتالي في هذا العام مع تغير الإدارة الأمريكية مع الجهود الدبلماسية التي تبذل من قبل القيادة وكان آخرها أيضا قرار المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة كيف يمكن الاستفادة من هذه الجهود الدبلماسية من المتغيرات حول العالم حتى نحاول قليلا أن نضع حد لتصرفات حكومة الاحتلال كما أشارتي في سياق السؤال كان عام 2020 العام أكثر سفورا وتغولا في عملية الاستطاني الاستعماري على الأرض الأراضي الفلسطيني ليس فقط في القدس ولا في الأغوار ولا في الخليل بل بكل الأرض الفلسطينية حيث بلغت وودعت يعني أوضعت القيادة والحكومة الإسرائيلية بزعامة بن يمين نتنياهو الفاسد 12165 وحدة استطانية للبناء وتم بناء فعلي ما يزيد عن 6000 وحدة استطانية في أراضي الدولة الفلسطينية وهذا يعني منذ حسب كل الإحصاءات والمعلومات المتوفرة لدى جهات الإختصاص الفلسطينيين هو الأعلى منذ عشرين عاما خلال وبالتالي هذه النهج وهذه السياسي تؤكد على أن حكومة اليمين الصهيوني المتطرف ماضي قدما في خيار الاستطان الاستعماري وما ساهم في فتح القوس والجشع في العملية الاستعمارية هو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي بدأ منذ السادس من كانون أول ديسمبر 2017 بالترجمة الفعلية لصفقة العار صفقة القرن عندما أعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ثم نقل السفارة إلى آخر الإجراءات التي ارتكبها ضد السلطة وضد الشعب وضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وإلى آخره وكان بالعام الماضي مطلع العام الماضي في الثامن والعشرين من يناير كانون تاني أعلن رسميا وبحضور بن يمين نتنياهو عن صفقة المشؤومة والتي عكست التطابق والتكامل والوقوف في ذات الخندق وهذا ما لم تفعله أي إدارة رغم أن الغرب الرأسمالي عموما هو والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا هي التي وقفت خلف نشوء وتأسيس دولة الاستعمار الإسرائيلي لكن لم يصل بدول الغرب الرأسمالي أن يقفوا هذا الموقف بشكل فاضح وصارخ ومنافي ومتناقض مع القوانين والشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية التالي هذا كان عامل حافز وساهم بقوة في اندفاع الخيادة الصهيونية لاستكمال مخطط المشروع الصهيوني لا سيما وأن إسرائيل عندما أقيمت في العام 1948 مايو أيار على أنقاض نكبة الشعب العربي الفلسطيني كانت محطة أولى أو مرحلة أولى في المشروع الاستراتيجي الصهيوني الآن ببعد في صفقة القرن ومع التغول ووفق رؤية وحركة القيادة الصهيونية في اندفاع الاستكمال المشروع بإقامة وبناء الدولة الإسرائيلية الكاملة على كل فلسطين التاريخية فضلا عن استكمال المشروع الصهيوني سنكمل أستاذ عمر ولكن بهذا الخبر العاجل الآن الاحتلال يقتحم خربة حمصة في الأغوار ويعلنها منطقة عسكرية استعدادا لهدبها منطقة عسكرية مقلق هذا القرار اللي قوات الاحتلال حاولت فرضه قبل أسابيع عدة وشاهدنا المواطنين وصمودهم هناك في محاولة لمنع قوات الاحتلال من التوغل أكثر في الخربة وهذا تحديدا سيد عمر ما كنت تتفضل بالحديث هو استمرار لذات النهج وذات السياسي وفي استباق حتى وكما أعلن بن يمين نتنياهو قبل أيام أنه في ملفين هو يتصادم فيها أو يتناقض أو يتباين مع الإدارة الأمريكية حولهم وهو الملف الفلسطيني ويعني بمعنى ملف الاستطان والضم لآخره وكذلك ملف الإيراني ولكن في موضوعنا المتعلق بالاستطان هو كما أنا ذكرت في البداية إسرائيل بالأساس هي مشروع استطان استعماري هجرة استطان قتل تدمير نهب وعزل وتصفية حساب مع الشعب العربي الفلسطيني وكما يعلم الجميع هناك 176 مستعمرة في أراضي الضف الفلسطيني و140 بؤرة استطانية فضلا عن 25 منطقة عسكرية و25 محمية أو منطقة سياحية وهو يمارس الاحتلال بشكل دوري وثابت عملية البطش والتنكيل والاستطان في الأراضي الفلسطينية هل مجيء إدارة بايدن تحد؟ نعم أنا أعتقد أنها بالمعنى رغم أنه بالمحصل النهائي كل الإدارات الأمريكية تقف دون تردد خلف دولة الاستعمار الإسرائيلي إلا أن هناك تباين بين إدارة وإدارة لا يمكن أن نعمل أو نساوي بين إدارة بايدن وإدارة ترامب لأن إدارة ترامب كما ذكرت هو وقف في ذات الخندق هو يسبق الحكومة الإسرائيلية وقطعان المستعمرين وكل أدوات وأذرع إسرائيل وكياناتها الاستعمارية لارتكاب والدفع بخيار الاستطان الاستعماري شكراً لك شكراً لك تواجدك معنا للحديث عن هذا الموضوع لا يحتاج لأيام وساعات كثيرة شكراً لك تواجدك معنا شكراً لك هذه الرسالة التي تركتها معنا في هذا الصباح شكراً لك